أهلا وسهلا فيكم بقناة عربية سوشي نحن نحكي بهذا الفيديو عن طريقة تحضير بوشار بالكراميل بدون ما نستعمل السكر لتكون الأكلة صحية أكتر تابعوا الفيديو لتشوفوا الطريقة أول شي منحط بمقلاية معلقوا نص كبيرة من الزيت النباتي وبعدين مننزل فوقهم 50 جرام من البوشار يعني تقريبا 3 كوب من البوشار وبعدين منحرك البوشار مع الزيت قبل ما نشعل تحت المقلاية وبعدين ما منخليهم يتراكموا فوق بعض نفردهم هيك على المقلاية مشان تصل النار لكل الحبات بنفس الوقت وبعدين منشعل الغاز على نار وسط ونغطي المقلاية ونتركها شوي وبعد شي داقتين تقريبا حيبلشوا يصيروا بوشار فبعد ما نتركهم شوي منحرك المقلاية بهذا الشكل بس الأحسن أنه ما نبعدها كثير عن النار مشان نظل محافظة على حرارتها وبعد ما نرجع نحطها على الغاز منستنى عليها شوي وبعدين منرجع منحركها بهذا الشكل وبس يوقف صوت طقة البوشار أو يصير يطول لحتى يطلع منطف الغاز تحتهم ومنكون خلصنا من المرحلة الأولى وهلأ مننقلهم على صحن أوجات لنساوي صوس كريم الكراميل بنفس المقلاية قبل ما نساوي صوس كريم الكراميل لح نمسح المقلاية بمحرمة مطبخ مشان نمسح الزيتين اللي بقيان فيها وهلأ منحط 40 جرام من دبس التمر بالمقلاية يعني تقريبا 4 معالقة كبيرة وبعد ما نحط ضبس التمر نشعل النار تحت المقلاية ونتركها بين الوسط والهادية ونتركه عم يغلي هيك لمدة 50 دقيقة تقريبا بعدين مننزل فوق 20 جرام من الزبدة المملحة يعني تقريبا معلقة أو نص كبيرة من الزبدة بعدين منضيف عليهم حليب 40 ميلي لتر يعني تقريبا معلقتين ونص كبار من الحليب ومنضلع منحركهم لحتى يختلتم منيح في قم تستعملوا كمان زبدة غير مملحة بس بهي الحالة لازم نضيف عليها رشة صغيرة من الملح وهلأ بعد ما تدوب الزبدة منضلع منحرك شوي على نار وسط لحتى ان نشفهم شوي من الموي لانه حاليا قوام هاده صوت سائل فبدنا نخليه سميك شوي فهلأ بعد ما غلع عنا وصار قوامه هيك سميك نطفي النار تحت المقلاية وبعد ما نطفي النار منضلع منحركها لمدة 10 ثواني تقريبا لانه المقلاية بتكون لسا حامية وهيك بيكون صوص الكراميل صار جاهز عنا وهلأ بعد ما نوقف تحريك مننزل فوق البوشارة اللي ساوينها قوة الشي طبعا لازم ننزل البوشار فوق الصوص قبل ما يبرد الصوص منحركها منيح لحتى ما يضل اي شي من صوص الكراميل بسفل المقلاية وهلأ بعد ما حركناهم نشعل تحتهم النار ونخليها نار وسط وبنشويهم بالمقلاية لمدة 40 أو 50 ثانية مشان يطلع البوشار معنا عم يقرش وهلأ بعد ما مرت 40 أو 50 ثانية منطفي تحتهم الغاز ولازم نبردهم منجهز شبكة ازم نتوفر عنا ونحط فوقها ورق زبدة بعد ما ننزل البوشار فوقهم بعد ما نحطهم على ورق زبدة لازم نفرض البوشار وما نخليهم فوق بعضهم قد ما منقدر مشان ما يصيروا طرايا أو يرطبوا وبنتركهم هيك لمدة ساعة تقريبا لحتى يبردوا على الأخير وهيك بيكون البوشار صار جاهز عنا ازا بتحبوا طعمة الزبدة تكون ظاهرة اكتر فحطوا معلقتين كبار من الزبدة بدل المعلقة ونص انا استعملت بهالوصفة معلقة كبيرة ونص من الزيت لما ساعت البوشار فاذا قللتوا كمية الزيت ما حيطلع البوشار كتير ضعبت لانه قسم كبير من حبات الدراء ما لحتصير بوشار ازا كانت كمية الزيت قليلة